ملعب مصمار زي ما كل الجمهور بيقول عليه محافظ على مركزه الاهل اتعقد مع فلان مع علانة كابتن حسين موجود جوه الملعب بسم الله ما شاء الله ازاي عرفت تعمل المعادلة دي انا زي ما قلتلك في الاول انت بتسمع الكلام اللي المدرب هيقول لك عليه دي نقطة تاني نقطة لانت تطلع كل ما عندك لانت يعني تشوف المدرب عايزه وتعمله مثلا بتجري بتخبط بتروح بتيجي يعني انا كنت لوما طلعت من النشئين كنت زي بقولوا عفريتي يعني باجرف كل حتة لغاية لما دنيا هيديت كده ومستنماني وقالي لما ينفعش تجري في اي حتة احنا فيه بوزيشن توقف فيه وتجري في الحتة دي ما تجريش في الحتة دي مش عايزين جاري على طول فانت كل المدرب ما هيقول لك اعمل مثلا الحتة دي عشان تلعب اساسي كمان اعمل اجري في الحتة دي او ما تجريش في الحتة دي او ترجع او او تهاجم طول ما انت بتسمع الكلام ربنا يكرمك وتفتتلعب اساسي الوصول معلش يعني اللي انت توصل للقمة سهل جدا زي ما انت قلت لك ان اللي انت تحافظ عليها الفترة دي كلها صعب جدا وزي ما قلت لك انا مركز في حياتي انا مركز في الكورة بس يعني انت زي ما قلت لك وانت عارف انت عادت معي في اسبانيا واعد نتكلم مع بعض كتير انا ولا عندي فيس ولا عندي واتساب ولا عندي انستجرام ولا عندي اي حاجة خالص دي اه انا انا مركز في الكورة ومركز في حياتي للقروية جدا مركز مع بيتي فيش اي حاجة بتشغلني خلص كابتن حسام مفيش فيسبوك مفيش انستجرام مفيش تويتر مفيش واتساب اللي عايزك كابتن حسام قدامه حلين يما يكلمه في التليفون أو يبعط له ميسج دول الوسيلتين اللي لحد عايز يوصل ليهم لكابتن حسام عشر لكن قبل ما يعني ما نروح ونكمل في موضوع